من آيات الله ودلائل قدرته وآثار رحمته النوم قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة السعي في المعايش في النهار ويشعر بنعمة النوم من حرم منه بسبب القلق أو الأرق ومع انتشار الأمراض النفسية والعصبية يتساءل الكثيرون كيف نتخلص من القلق والأرق حتى ننعم بالنوم والهدوء إن أفضل علاج هو التوحيد والابتعاد عن الشرك قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني أمن القلب وطمأنينته ومن العلاج التوكل على الله وتفويض الأمر إليه قال ابن القيم فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأن الأمر كله لله ومنه الإيمان بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وبذلك تطمئن نفسك حتى في ساعة البلاء ومنه أن تزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومنه كثرة الدعاء والمحافظة على الأذكار فبالذكر تطمئن قلوب المؤمنين قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد ذكر ابن القيم من فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور ويعتني أكثر بأذكار النوم ومنها باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويحرص على أذكار الانتباه أثناء النوم فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدور أي تقلب من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار